لا تقطعن ذنب الأفعى وتتركها إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنب إذن إذا أردنا حل مشاكلنا في العراق وفي أي مكان وفي مصر وفي غيرها لابد أن نبحث عن السبب الرئيس والسبب الرئيس لكل مشاكل المسلمين هم الصهاينة الصهاين الذين يحتلوا المجل الأقصى وينثرون سمومهم يقول هارفورد عالم بريطاني إذا أردت أن تسيطر على أوراسيا آسيا أوروبا أفريكيا التي بها ثمانين في المئة من خيرات العالم لابد أن تسيطر على قلبها فلسطين لهذه الأسباب الخمسة يجب على المسلمين أن يعتبروا قضية فلسطين قضية المسلمين جميعا إخواني هؤلاء الصهاينة هذه الدولة اللقيطة مجمعين من 121 دولة كيف نسكت عن هؤلاء ألا تحبون الأقصى هناك أخي خمسة حقوق للشعب الفلسطيني على الأمة الإسلامية والعربية لابد أن تأديتها الحق الأول حق إنساني الحق الثاني حق الخوة الحق الثالث يحمل أقصى الحق الرابع هم يدافعون عن كرامة الأمة وأخيرا مستقبلنا كمسلمين أخي الآن بالأقصى وهذه الحقوق يجب أن يعرفها إذن أنت عندما أيها الإندونيسي وأيها الماليزي وأيها العربي أو أي مكان عندما تقدم للفلسطين مساعدة ليقفوا في وجه هذا العدو المجرم أنت تساعد نفسك الآن بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمير ساعدة والسلام على رسول الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله senang sekali ألفغير إساء القف دكتور شيخ مروح ناسر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحياكم الله في هذه القناة المبارك كيف حالكم شيخ؟ نحن بخير ما دام الأقصى بخير لكننا نسنا بخير الآن لأن الأقصى ليس بخير نعم ما شاء الله اسمه ناما لنقبنا شيخ بروفسور دكتور مروح موسى ناسر صحيح؟ نعم ناسر أو ناسر؟ نصر نصار منصور نصار منصور إن شاء الله إن شاء الله تشرفنا بحضوركم جزاكم الله خير إن شاء الله بارك الله فيكم ونحن تشرفنا بزيارة اندونيسيا الحبيبة نعتبر نفسنا في بلدنا وبين أهلنا وربعنا وفي هذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل لحكومة الاندونيسية والشعب الاندونيسي هذا الشعب الذي أنا بدون مجاملة أقول دائما اندونيسيا رقم واحد نمبر ون الحمد لله نعم الشعب الاندونيسي أنا حقيقة أنا زود دول كثيرة لكني لم أرى شعبا محبا للقضية الفلسطيني والأقصى كما الشعب الاندونيسي الحمد لله جزاكم الله خير إن شاء الله katanya tanpa bahasa-bahasi cinta beliau إن شاء الله tanpa bahasa-bahasi negara nomor pertama di hatinya إن شاء الله جزاكم الله خير إن شاء الله mungkin معرفكم شيخ Profesor Dr. Mrowih Musa Nasar ini adalah anggota pendiri Asosiasi Cendikiawan Palestina dan anggota Komite Yerusalem dari Asosiasi Cendikian Palestina dan Persatuan Cendikiawan Muslim Internasional Masya Allah ini tokoh ulama internasional datang ke Robita Halawiyah ke Nabawi TV pada kesempatan kali ini beruntung Masya Allah oleh-oleh buat pemirsa Nabawi juga beliau juga anggota wali Yerusalem dan anggota Akademisi Al-Aqsa peneliti jurnalis penulis dosen dan pelatih di Yerusalem beliau memiliki sekitar 15 kutub Tualif Masya Allah 15 buku 15 buku 5 diantaranya udah dicetak namun sisanya belum dicetak yang sudah dicetak ada 40 hadis Magdisiyah sudah diterjemahkan juga di dalam bahasa Indonesia yakni Al-Fakir pernah membaca 40 hadis ini berkaitan dengan Masjidil Aqsa Baitul Magdis dan Peristiwa Akhir Zaman buku lainnya dan masih banyak lagi buku-buku beliau dan perhatian beliau terhadap Masjidil Aqsa ayo kita gali sama-sama pemirsa ke beliau tentang pentingnya kita mengetahui seluk beluk Masjidil Aqsa yang akan apa yang akan dikaitan dengan Aqsa dan kembali yang akan dikaitan dengan kembali dan kembali dan kembali untuk melihat dan kembali dan kembali dan kembali ولن يتركم أعمالكم وسيهزم الجمع ويقول لنا الدبر إخواني الذي يسمعونني في كل العالم الإسلامي والعربي عندما نتحدث عن مجل أقصى نتحدث بداية عن ثاني مسجد وضع في الأرض بعد المجل الحرام بأربعين سنة كما في حديث البخاري ومسلم نتحدث عن مجل سماه رب العالمين بالأقصى وسماه محمد ببيت المقدس وسماه العلماء بالبيت المقدس نتحدث عن مسجد بناه آدم عليه السلام بناء المحراب فوق صخرة بيت المقدس والذي قال فيه رب العالمين وكانت تعيش فيه مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها عرقا رزقا فمريم تربت في هذه البقعة وزكريا ويحيى موت الأنبياء نتحدث عن مسجد احتضن رسول الله صلى الله على محمد والأنبياء جميعا من لدن آدم مئة واربع وعشرين ألف نبي ومئتين وخمسين رسول صلى بهم إماما سيد البشرية جمعاه محمد صلى الله على محمد هذه الليلة العظيمة التي جمع الله بها خيرة أهل الأرض محمد صلى الله على محمد مع خيرة أهل السماء جبريل عليه السلام وقال صلي يا محمد كما في الكرطبي وأذن جبريل وأقام الصلاة هذه المنطقة هذه المنطقة يمتاز الأقصى عن غيره وأنا أختصر وأقول هناك خمسة ميزات أساسية تجعل من قضية فلسطين والمجل الأقصى أولى قضايا المسلمين بامتياز دون أن ننتقص من القضايا الأخرى الميزة الأولى أنه اختيار رباني الله الذي اختاره الله جعله أرض الرباط وأرض الجهاد وأرض الكفاح وشد الرحال والإسراء والمعراج هناك ميزات كثيرة وردت في القرآن والسنة يدل على الاختيار رباني والله صحيحنا يختار ما يشاء مكة الآن هي أقدس البقاع وليس فيها لحجار السوداء بواد غير ذي بزرع ولكنها أقدس البقاع لماذا لا نسأل لا يسأل عن ما يفعل وهو مسألون والله يختار ما يشاء فاختار بيت المقدس مع مكة والمدينة وجاء لهم خيرة أرض الله ولهذا في الحديث ابن حوالى تكون أجناد في الشام وفي العراق وفي اليمن خير لي يا رسول الله قال عليك بالشام وعندما يذكر كلمة الشام في الأثر والحديث مركزها بيت المقدس عليك بالشام فإنها خيرة أرض الله يجتبي إليها خيرته من عباده إذن هذا خيار رباني وهذا يحتاج لمحاضرة لوحده الأمر الثاني مكانتها في القرآن والسنة نحن ذكرنا بعض الشيء الحديث يكفي أنها بوركت في القرآن أربع مرات باركنا حوله باركنا فيه وباركنا عليه إذن ست مرات بوركة وكدس مرة واحد يدخل الأرض المقدسة فهي أرض مباركة ومقدسة بنص القرآن والحديث قبل موسى وقبل عيسى وقبل إبراهيم منذ الأزل وكلمة باركنا في اللغة بالفعل الماضي هي البركة الثابتة المستمرة الأزلية فالله سبحانه يقول لإبراهيم إبراهيم 1900 قبل الميلاد دخل فلسطين يقول ادخل الأرض المقدسة لموسى ويقول لإبراهيم ونجيناه ولوطا الأرض التي باركنا فيها للعالمين الله جعلها مباركة لكل العالم كيف حمل الله العالم كله بكل من يتمرد على شرع الله عندما تمرد التتار جاء بهم لفلسطين ليدمروا فلسطين وعندما تمرد الصليبيون جاء بهم لفلسطين ليدمروا فلسطين وعندما نابليون تمرد جاء بهم لفلسطين ليدمروا في فلسطين الله إذن هذا الميزة الثانية الميزة الثالثة تعلقه باليهود الله سبحانه وتعالى يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود رقم واحد وهذا الفساد الموجود في العالم كله سببه اليهود فالله سبحانه وتعالى جمع هؤلاء لكي يطهر البشرية من هؤلاء الصهاين الآن فعندما يكون اليهود وكيف إذا احتلوا بيت المقدس إخواني إذا إنسان عنده غيرة على الدين هؤلاء الذين قالوا الله فقير ونحن أغنياء قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ونعنوا بقالب والرسول صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا كبرى أنبياء مساجد وبنوا على هذه الصرح يحذروا مما فعلوا إذن هذا يحتاج لتصيح لتعلقها باليهود كيف إذا كانوا محتلوا بيت المقدس الآن فلا يبد أن تكون والمسلمين أقول لهم جميع ليسمعوني إذا أردت أن تحلوا مشاكلكم فلا يبد أن تبدأوا برأس الأفعى دينجرس سكين رأس الأفعى لا تقطعن ذنب الأفعى وتتركها إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنب إذن إذا أردنا حل مشاكلنا في العراق وفي أي مكان وفي مصر وفي غيرها لابد أن نبحث عن السبب الرئيس والسبب الرئيس لكل مشاكل المسلمين هم الصهاين الصهاين الذين يحتلوا المجر الأقصى وينثرون سمومهم وهناك كتاب لعبدالله التل أوصي بقراءته الأفعى الصهيونية يقول ذنبها في فلسطين ورأسها يعبث في قضايا المسلمين من الذي يحمي سد النهضة الآن والذي حرم مصر أربعين في المليا الصهاينة من الذي يقتل إخواننا في الروهنجا وفي النيمار الصهاينة من الذي يساعد الأكراد في قتل الإخواننا في تركيا الصهاينة من الذي ينشر الفساد في الأرض الآن الصهاينة إذن إذا أردنا أن نرتاح الآن لا بد أن أتخلص من هذا العدو ولهذا آخر الزمن يعيش المسلمون أربعين سنة أزهى وأنقى وأفضل هذه الأيام ما عيش على السنة لماذا؟ لأن الأرض تطهر من اليهود يا مسلم يا عبدالله إن ورائي يهوديا فتعاله فاقتل إلا شيء الغرار إذن عندما يقتل يهود من الأرض الأرض التي تخرج بركتها ويتنزل السماء وكترها لأن الأرض تطهرت منها ولا أنجاس الذين حضر منهم إخواني خمس وخمسين صورة في الكران تتحدث عن اليهود 140 صفحة في الكران تتحدث عن اليهود الآن معظم الكران إذا استثنينا جزء عمى كل الكران لهذا لمكرهم وإجرامهم وفسادهم الأمر الرابع جغرافيتها موقعها الجغرافية حتى في جغرافية يقول هارفورد عالم بريطاني إذا أردت أن تسيطر على أوراسيا آسيا أوروبا أفريكيا التي بها 80% من خيرات العالم لابد أن تسيطر على قلبها فلسطين فهي قلب العالم تصور فلسطين تطلع على البحر المتوسط تطلع على البحر الأحمر تطلع على المحيط الأطلسي تطلع على المحيط الهادي فهي قلب العالم العالم كل يريدها وهذه الدعيات الصحية الكاذبة أرض المعاد كلها كذب من يقول هذا؟ نعم يقول هذا؟ هارفورد عالم بريطاني نعم جغرافي يقول إذا أردت أن تسيطر على أوراسيا 80% من خيرات العالم بترويل ومعادن وكذا اللي أوروبا آسيا أفريكا عليك أن تسيطر على قلبها فلسطين فهي قلب العالم في منافذها في موقعها وهذا اختيار رباني وأخيرا أشراط الساعة الكبرى كلها سنتحدث عنها بتفصيل فيما بعد أقول أشراط الساعة كلها في آخر الزمن متعلقة فلسطين لهذه الأسباب الخمسة يجب على المسلمين أن يعتبروا قضية فلسطين قضية المسلمين جميعا والقضية الأولى حتى كما ذكرنا أسباب التالي اختيار رباني موقع جغرافي كدسيتها في القرنة السنة تعلقها بأخطر عدل المسلمين وأشراط الساعة في آخر الزمن كلها تتعلق بالقضية الفلسطينية والله هذه الأسباب كثيرة هذا كتاب لي سيصدر إن شاء الله بإذن الله وهذا الكتاب بدايته أو سبب تأليفه هناك مشروع صهيوني اسمه ياروم زاموش ياروم زاموش مهندس بلدية الكدس قدم كتاب لنير بركات رئيس بلدية الكدس الصهيوني كتب عنوانه قديمة أورشالايم بالعبر يعني الكدس أولا فأنا رددت عليه في كتاب أقول الكدس وفلسطين لماذا أولا ماشاء الله لهذه الأهمية لماذا الناس لا يعرفون قمتهم حقيقة أنا من خلال زياراتي لكثير من الدول أجد معرفة هذه الأسباب وهذه الأمور وقضية فلسطين ومكانة فلسطين كمعرفة علمية عقلية تستوجب الدفاع عنها قليلة ولماذا لأن هل أعطوني مدرسة تدرس عن فلسطين أعطونا جامعة تدرس المنهج عن فلسطين والحديث الأقلية ما يوجد كيف يتعلم الناس الآن لهذا بواب في البخاري باب باب العلم قبل القول والعمل واستند بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك لا يعرف الشيء ولهذا ذنب الله سبحانه وتعالى الذين يعبدون غيره لقال وما قدر الله حق قدره هذا الذي يعبد بقرة لو كان يعرف رب العالمين وما كانت رب العالمين لما عبد بقرة لأن البكرة تشابه علينا لكنهم لا يعرفون كيف تطالب هذا المسلم الموجود في اندونيسيا ولا في ماليزيا ولا في السعودية ولا في المكان وهو لم يقرأ لم يقرأ هذه الحديث التي ذكرتها الأنخي الآن لو كراها المسلمون وعرفوا كيمتها أنه إذا أردت الطهارة في المسجد الأقصى إذا أردت أن جنة في المسجد الأقصى كيف لماذا يزهد 2 مليار مسلم في سبيل 5 مليون لقيط صهيوني إخواني هؤلاء الصهاين هاي الدولة اللقيطة مجمعين من 121 دولة يتكلمون 90 لغة كيف نسكت عن هؤلاء ألا تحبون الأقصى إذا لا تريدوا مساعد الشعب الفلسطيني ساعدوا أنفسكم ساعدوا أنفسكم ولهذا هذا السؤال يجرل السؤال آخر هناك أخي خمسة حقوق للشعب الفلسطيني على الأمة الإسلامية والعربية لابد أن تأديتها الحق الأول حق إنساني أليس الشعب الفلسطيني مظلوم ونصرة المظلوم واجبة إن الله حرم الظلم واجعله بينهم وفهذا والرسول السلام قال لا تظالموا إذن السابق الأول والحق الأول أنا شعب مظلوم هل تقبل أي دين في العالم وحكومك الإنسان الذي يكذبون ويدعون بها لنا أن تخرج شعب من أرضه ثم تأتي بشعب مجمع من أشتات الأرض جئنا بكم لفيف كيف الحق الثاني حق أليسوا إخوانكم في الدين وإستنصروكم في الدين فعليكم منصر أليس من أهل السنة والجماعة إذن أين العرب والمسلمين الحق الثالث يحمل أقصى ليس الأقصى للفلسطينيين ومن الجريمة أن نكون مجل أقصى لفلسطين أو لفلسطينيين أو للمنظمة التحرير كما قالوا في الجامعة العربية 1974 عندما عقدوا مؤتمر قمة في العرب قالوا منظمة التحرير هي المسؤولة عن فلسطينيين أي منظمة تحرير الآن هذا الأقصى لكل مسلم يمطق في الشهادتين هذا تحجيم للمجل الأقصى الآن لا يجوز عرفا ولا شرعا الحق الرابع هم يدافعونها الكرامة الأمة أخي هم يقولون من النيل الفرات حدودك إسرائيل لو لا الله أولا ولولا الشعر الفلسطين الذي تصدى لهذه العصابة وحجمها لانتشر فسادهم حتى وصل إندونيسي الآن إذن أنت عندما أيها الإندونيسي وأيها الماليزي وأيها العربي أو أي مكان عندما تقدم للفلسطين مساعدة ليقفوا في وجه هذا العدو المجرم أنت تساعد نفسك الآن أنت عندما تضع شرطي يحمي بيتك تعطيه راتب الفلسطيني هم اللي يحمون الأمة من هذا الفساد الصهيوني الآن عالم عالم بشكل عام وأخيرا مستقبلنا كمسلمين أخي الآن بالأقصى أشراط الساعة أرض المحشر المنشر فيها يحكم عيسى فيها يقتل الدجال فيها أرض المحشر نجتمع هناك كل هاي الأمور كلها تدلل على مكانة فلسطين وهذه الحقوق لجب أن يعرفها هاي الأشياء اللي بد أن تدرس في الجامعات وتدرس في المدارس حتى يفهمها الشعب المسلم في كل مكان ليعرف مكانة الأقصى ولو علموا ذلك ما تركوا هؤلاء الصهيوني يعيثون الفساد سبعين سنة إلى الآن في المجل الأقصى وفلسطين من كلامك قبل قليل هل هناك بين هذه المعارفات وعكيدتنا يعني عكيدة أهل السنة والجماعة نعم أخي قضية المجل الأقصى هي قضية عقيدة قضية عقدية كيف؟ أولا الله صلى الله عليه وسلم ربط بين المسجدين المجل الحرام ومجل الأقصى في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المجل الحرام المجل الأقصى الذي باركنا حوله إذن فيه ارتباط قرآني وربط بينهما الرصان بالحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المجل الحرام والمجل هذا والمجل الأقصى وفي رواة لا تعمل المطي اللي هي الراحلة إلا إلى ثلاثة مساجد إذا ربط الله بينهما في القرآن وسماهما باسمه الذي سمى الأقصى باسمه الله سماه باسمه وهي آية في كتاب الله نقرأها كلما قرأنا القرآن وربط بينه محمد في أحاديث كثيرة من بين هذا الحديث الآن من نحن حتى نفصل بينهما وكل من يقول لا حاجة فلسطين أو ليس علاق فلسطين هو كأنه يفصل في القرآن وينقذ القرآن والسنة إذا كان هذا كلام رب العالمين وحديث الرسول من نحن حتى ننقذ هذا كلام فأخي الارتباط عقدي وهو عقدي حقيقة اليهود يؤمنون بذلك في عقدهم الفاسدة ويعملون لذلك لكن نحن نعتقد ونقول لكن من يعمل لذلك الآن مع الأسف عندهم مشروع صهيوني يعملون له أخي ينفق الصهاينة سنويا أربع مليار دولار مليار على تهويد القدس وبناء الهيكل مزعوم في حين الصندوق الذي أنشاه العرب في مؤتمر الرابطة العالم الإسلامي في المغرب ويشترك فيه 17 دولة عربية إسلامية يجمع 30 مليون 30 مليون ثمن جمال ولا بعير ولا حمامة بيبعوها بعض الدول العربية لا إيه 30 مليون إيه 30 مليون أربع مليار باعوا تراب القدس وباعوا ماء القدس وباعوا زيت القدس وعملوا حج مقدس مكذوب الآن علبة الزيت هول مك بيبعوها بعشرة دولار في أمريكا في الدولة البريطانية وبجمعوا فلوس لتهويد القدس وهو مشروع كاذب أساسه كذب ليس له هاك هيكل وكله دعاية كاذبة ونحن الذي معنا الحق الآن ماذا قدمنا الآن بناء هيكل هذا كاذب؟ نعم ليس هناك شيء اسم هيكل أول من تلفظ به موسى بن ميمون 1267 وترجموا كلمة بيت المقدس إلى الإنجليزية بايبل ثم ترجموا كلمة بايبل إلى بيتها مكداش إذن ليس هناك شيء اسم هيكل إلا في الخرافة الصهيونية الآن كيف أي هيكل؟ يعني هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يهدم معبد ليبني فوقه معبدا آخر هم يكذبون يقولون سليمان عليه السلام بنى هيكلا فوق صخرة بيت المقدس ونحن نريد أن نعيد هذا الهيكل سليمان جدد بناء المجد الأقصى لما فرغ سليمان بن داود ببناء بيت المقدس نصا في حديث عبدالله بن عمر في حديث ديلمي إذن هذا هو النص الشرعي وكل ما يقول له لأرضك يا إسرائيل من فرانس كله كذب وهذا يقوله بعض المستشركين أنا تبعت هذه القضية وجدت هناك كثير من اليهود ومن المستشركين يقول التوراة لا تصلح كتاب توثيك لأن كلها كذب كلها كذب وكلها الخرافات مع خرافاتهم الباطلة والمكذوبة انظر ماذا يعملون لكن ماذا نعمل نحن الآن هم الآن عالم كل يساعدهم ويجمعون لا شك أن هناك أسباب أخرى أسباب اقتصادية وأسباب سياسية لأنهم لا يريدوا أن تعود خلافة راشدة لبلاد المسلمين ولهذا بدأ التفكير في قضية فلسطين وهذا ممكن معظم المسلمين اللي ما اسمعوا به أول تفكير في إنشاء هذا الكيان كان 1250 الويس التاسع ملك فرنسا عندما أسره في المنصورة في مصر قال نحن لا نهزم العرب والمسلمين في المعارك والحروب لكن نهزمهم بالسياسة أوصي بوضع جسم غريب من غزة إلى أنطاكة لم يكن ذكر لليهود قبل أجيب أي قومية أو أي دي محل حتى تفصل آسيا عن أفريكيا ماتت هذه الفكرة إلى أن جاءنا بليون في القرن الثامن عشر بداية التاسع قال أنا أعطوني أول سياسي أوروبي دعا لإنشاء كيان ثم جاء هيرتزل هذا العالم اليهود المجري عقد مؤتمر بال في سويسر 1899 ودعا لإنشاء وطن قومي اليهود ذلك ثم توارت الأفكار بعد ذلك أخي تمفية هيرتزل 1904 وهو معلق خاطة أغندا يعني هدى لعلك كذب اليهود وليس فلسطين ثم قالوا كيف نجمع اليهود قالوا إذا لا بد نكون مثلا أرض الميعاد وأرض الأجداد ولنسلك يا إبراهيم ومن فرالي السعير وكذا نكذب حتى نجمع اليهود الآن ولا إيش دخلنا مثلا نكون لك في أغندا إيش نكون لليهود الآن إذن هي كذبة هي المؤامرة السياسية جغرافية عقدية اللي هدف منها كذلك عدم وحدة المسلمين حتى منصب خلافة العثمانية اللي كان بحل متوسط الخليفة العثماني يكون ممنوع دخول أي سفين لبيذ من الخليفة العثماني هم لا يريدون ذلك لان فأان شاو حربين عالمياتين لكي ينشيو هذا القيان حتى لا يتوحد المسلمون يا ليلة المسلمون يعلمون ذلك أمنم هناك مبشرات من القرآن والسنة في نهاية السهيونين نعم أولا هؤلاء الموجودين في فلسطين هناك بشارات بأنهم سيزولوا في ترتيب الأمر الأمة كما بيّن نبي محمد صلى الله عليه وسلم تكون فيكم النبوة ما شاء الله لأن تكون ثم يرفع الله إذا شاء نرفعها ثم يكون فيكم خلافة شرات على منهاج النبوة ويرفع الحديث ثم يكون فيكم ملكا عاضا يعني فيه خير فيه شر ثم يكون فيكم ملكا جبريا ثم خلافة الراشد على منهاج النبوة إذن نحن وأين الخلافة الراشدة يبنى حوالي إذا نزلت خلافة بيت المقدس إذن نحن ننتظر خلافة راشدة في بيت المقدس ما يعني هذا زوال ما يسمى بإسرائيل هذا اليهود الحاليين إذن هذه بشارة بأن اليهود الحاليين سيزولون وتكون خلافة راشدة هذه الخلافة الراشدة يتعاقب عليها خلفات يكون فيكم 12 خليفة ثم آخر خليفة يخرج من أولادهم يكون رجل الصالح الذي يسبق حكم عيسى سبع سنوات ثم يخرج عيسى عليه السلام إذن هذه بشارة بأن هؤلاء سيزولون يحاول اليهود من جديد أن يخرجوا مع الدجال من إيران من أصفهان يتبعوا سبعون ألف من يهود أصفهان عليهم الطيالسة هذا اللباس اللي بلبسوا الكهني ماذا يحصل لهم الآن؟ كما في البخار المسلم يقول تقاتلهم يهود تفصلطون عليهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله إن وراء يهودي تعال فاقتل إلا شجر غرقت فإنه من شجر يهود إذا اليهود في مرحلتين المرحلة الأولى اليهود الحاليين سيقضى عليهم وتكون خلافة راشدة بحاولوا الرجعة من جديد مع الدجال ويقضى عليهم جميعا من الأرض الآن إيش الدليل؟ سورة الإسراء سورة الإسراء رتب رب العالمين القضاء على هذه الدولة الماركة العصابة المجرمة في ثلاث مراحل المرحلة الآلة كلنا بيرسوا اسكنوا الأرض اسكنوا الأرض أي مكان اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد أولاهما بعتنا عليكم عبادا لنا أولي بأس سديد فجاء سقل الديار وكان وعدا مفعولا فانتهت المرحلة الأولى ثم رددنا لكم الكرة عليهم جمع من جديد من أرض شوف جؤنا بكم لفيفة 121 دولة مجمعين كالغابة عندما تكون ملتفة والمرحلة الأخيرة التي تكون نهاتهم فإذا جاء وعد الآخرة ورب العالمين ما قال جاء وعد الثانية لأنها قد تكون ثالثة ورابعة لكن وعد الآخرة التي ليس بعدها وعد يعني يمنوع دخول فلسطين بعدها نهائيا وهي التي ننتظرها الآن فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة وليتبروا معه لو تتبيرا إذن ستكون مرحلة اللي هي الآخرة ثم إساءة الوجه ما معنى إساءة الوجه الآن يا أخي العالم كله يتقزز من هؤلاء 72% من الشهداء في غزة أطفال 51% آخر حصائي في أمريكا يقولوا لا نريد وقف اطلاق النار نريد إزالة إسرائيل من الوجود الآن بايدن حاكم أمريكا الآن يطرد من أحد القاعات يقولوا يا قاتل الأطفال يا قاتل النساء هذا لم يكن من قبل أكبر مظاهرة في التاريخ حصلت في بريطانيا هذه الحي الركطاء التي أنشأت هذا الكيان الآن هذه إساءة الوجه الآن دول كثيرة أفريقا قطعت العلاقات مع هؤلاء الصهاينة اللي هي لإجرامهم وما يقومون به الآن فهذه مرحلة إساءة وما بعد إساءة الوجه وليتبروا ما علاو تتبيرا إذن هذه البشرات كلها من القرآن والسنة تدلل على أنها الكيان إلى زوال هم يعرفوا ذلك وأقوالهم هم يقول أحد الصهاينة من القادة اليهود يقول لو يسأله هل تعيشوا لألفين قال لا أكبر دولة لنا يعتبر دولة سليمان ودود لهم أكبر دولة لنا كانت دولة الحشو منائم ثمانين عام فثمانين عام يعمل عندهم عقدة إنه نهايتهم في الثاني كذلك اللي هي البشارة من امرأة عجوز يهودية دخل الامرأة عراقية جارة لهم يهودية كانت في العراق فقالت أنشأ لكم دولة لما أعلت دولة في 15-5 الليلة 15-45 وجدتها تبكي قالت لما تبكين قالت نحن عندنا نص من التوراة غير محرف ستكون لنا دولة ولكن نجمع لنذبح نجمع لنذبح وحددت قالت عمرنا 76 سنة فقط هكذا عندنا ولهذا هم يقدسوا النجم هالي كل 76 يدور دورة ذكرها الراشد في كتابه وبنى عليها بسام جرار زوال يهود في 2022 كبداية الزوالة إذن هنا هذه الدولة إلى زوال أمر آخر ياخي الذي ينظر في واقع هذه الدولة كل المدللات تدلل على زوالهم ابن خدون ذكر قضايا زوال الأمم تشيب وتشيب أخي الآن مجمعة من 21 دولة هناك مشكلة يهود فلاشة هناك مشكلة الحرديين هناك مشكلة السفرديين هناك مشكلة اليهود والربيين مع اليهود الشرقيين هناك تجمع غير متآلف الآن هم لو لا أنهم يشعروا بالخوف من الفلسطينيين لقتل بعضهم بعضا وسيحدث إن شاء الله بإذن الله فهناك جغرافيا الآن الشعب الفلسطيني يزيد 400 ألف عنهم الآن خلال عشر سنوات يصبح قليا إذن جغرافيا زائلين سياسيا زائلين عسكريا زائلين لو عاد العرب لرجدهم الآن أخي في الناحي العسكري الآن أنت تهيك عدين في اليمن يضربوا في تل الربيع في صواريخ بسيطة يصنعونه كيف لو دخلت مصر كيف لو دخلت الأردن كيف دخلت وكان معهم فرصة الذي حدث حقيقة لو أرادوا فعلا الخير لأنفسهم ولدينهم وللشعب الفلسطيني وللأقصى لكان زوال هذه الدولة باللحظة بل يقول عبدالله تلف الثماني واربعين يقول كان بإمكاننا زيالة الكيان ست مرات لكن الأوامر تأتي من الأنظمة الوظيفية اللي وضعتها بريطانيا ماكو أوامر نعم إن شاء الله إن شاء الله أي شيخ عندما نقرأ كتابتكم يعني فيه سؤال كبير عن فيه واحد سؤال يعني في دهني هل هناك علامة بين علامة الكبرى والمسجد الأقصى نعم نعم أخي كما ذكرت ولا مفصل ذلك العلامات الكبرى في آخر الزمن كلها مرتبطة فلسطين لأنه أرض المحشر والمنشر كما في الحديث أفتنا في بيت المقدس حديث ميمونة قال ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة فيه أرض المحشر المنشر تصور أخي صلاتك في بيتك سبع شهور تعادل صلاة واحدة في الأقصى إذا لو نظرنا في علامات الكبرى في آخر الزمن إلا منها مثلا طبعا هي عشر علامات التي تأتي متتابعة كما ورد فيه مسلم عيسى عليه السلام يخرج في دمشق عند المنارة البيضاء ثم يحكم في فلسطين يصلي صلاة الفجر خلف إمام المسلمين اللي نعم كما ورد في الحديث فيحكم الأربعين سنة في فلسطين عيسى عليه السلام الدجال يخرج من خلة بلين العراق وإيران ثم يسيح في الأرض فسادا أربعين كما في الحديث ثم يأتي إلى بيت المقدس فيقتل في بيت المقدس كل من أتباعه مع اليهود ويطعنه عيسى عليه السلام بحربته في بابلود في فلسطين ثم أجوج ما أجوج يخرج من كل حد من الشرق ثم يأتوا لبحيرة طبرية يشربونها هذه بحيرة بحيرة كبيرة فيها سفن يشربونها لكثرتهم ثم يدعو عيسى عليه السلام فيموت هناك تأتي طيور كالغرار قصة طويلة إنهم يموتون إذن يأجوج من فلسطين عيسى عليه السلام الدجال في فلسطين تخرج النار من حدنا وتسوق المسلمين في فلسطين يرفع القرآن من فلسطين واللي هي يحشر الناس في فلسطين يقف إسرافيل ينفق في البوق على صخرة بيت المقدس في فلسطين إذن كل علامات الكبرى في آخر الزمن تبقى قضية تشكك كل أرض والآخره عندما يموت المسلمون قال ما يبقى في الأرض لقع يبقى عليهم تقوم القيامة حتى عند النشر عندما ينفق إسرافيل نفخ الأولى النفخ الأولى فصعق من في السموات إلا ما شاء الله ثم نفخ فيها أخرى فإذا هم قيام ينتشرون يقومون كل يحشروا في فلسطين فكل علامات السعى ومستقبل الأمة في فلسطين لهذا نقول منها المبتدى وإليها المنتهى بدأت ببناء المجد الأقصى آدم عليه السلام وانتهت بعيسى عليه السلام وانتهت بالحشر في فلسطين فكيف كيف أنا لا أعرف يعني من يسمع هذا الكلام المسلمين أين هم الآن كيف إذا لا يرد لأنفسهم لدينهم لقضيتهم لكن إن شاء الله الزمن قادم وهاي الفاضحة اللي حصل في غلزة نسميها الفاضحة فضحت الكثير وكشفت الكثير وعرت الكثير ولكن الأمة تمرض ولا تموت نعم آخر سؤال ما الذي نستطيع أن نستخدم لفلسطين من شعب اندونيسيا نعم اندونيسيا أخي الآن أنا أذكر الشعب الاندونيسي أول من اعترف في اندونيسيا في الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني وأول من طالب باستقلال اندونيسيا يمين الحسيني الحاج يمين الحسيني من فلسطين نعم فلسطين لكم لكم شيء في الاقصى الآن لا أذكركم به عندما حركت صهاينة المنبر الأقصى في التسعة وستين تم عمل منبر جديد في مدينة البلقاء في الصلط في الأردن أعطوهم عشر أيام اثنين من نجاري اندونيسيين وعملوا في بناء المنبر الأقصى فمنبر الأقصى الآن الموجود منبركم يا أهلها اندونيسيا اندونيسيا أكبر دولة إسلامية نعم 270 أو 276 مليون نعم أنا متابع قضية نعم فمطلوب منها الكثير المفروض أن تكون قائدة لأمة كلها الآن اندونيسيا بخيراتها بإمكانياتها وهي إن شاء الله لا تقصر ليس مجال أقول لك الآن أنا هذا الكلام الذي أقوله عندكم الآن لا أستطيع أن أقوله في كثير من الدول العربية أنا أقوله في اندونيسيا بكل ارتياح وأطالب بتحيير فلسطين وأتكلم في المنابر وفي المساجد وفي الإذاعة الاندونيسية وفي كل حاجة ومرحب بيه وبكل من يتكلم عن كثير فلسطينية لكن المطلوب أكثر بذلك الآن نعم هي كدولة كبيرة لابد أن يكون لها دول كبير ونشكرها حقيقة عندما طلبوا منها أن تعمل منديال في اندونيسيا لأن كان هناك فريق إسرائيل قالوا لا نعمله حتى لو خسرنا نريد أن ندخل الصهاي إلى بلاد اندونيسيا وهذا تحية للشعب الاندونيسي والحكومة الاندونيسية بما يقومون به الآن أقول مطلوب من اندونيسيا كأفراد أنت مطلوب وأنت وجميعنا مطلوب منا أن نقدم اجعل مكانك حيث الله أقامك باختصار المكان الذي وضعك الله فيه اعمل به أنت عالم جاهد بعلمك أنت تاجر جاهد بمالك أنت داعية جاهد بدعوتك حتى في الشرسة الميديا ممكن الشباب يدخلوا ويعملوا محورين تبيان مهمية المجل الأقصى وبيان إجرام هؤلاء الصهاينة فأنت تستطيع أن تقدم بما تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعى قدم ما تستطيع وهذا الزيت الذي يسرج فيه كناديله ليس زيتا عاديا هو المال الدعوة الدعم المادي الدعم المعنوي أخي هذا الذي نكون به رباط عن بعد الآن نحن كأننا نصلي بالأقصى الحديث الرسول صلى فابعتوا بزيت يسرج فيه كناديله فمن أهدى له زيتا كان كمن أتى أو كان كمن صلى فيه تحية للشعر الاندونيسي وأطالب إخواني في اندونيسيا وفي ماليزيا وفي تركيا وفي سعوديا وفي كل العالم العرب الإسلامي أن ينظروا لفلسطين نظرة شرعية وأن يقدموا ما يصطاقين تقديمه لنصرة الشعر الفلسطيني لأن الله سائلكم يوم القيامة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ولا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ولا يقعظ مدرجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسن بارك الله فيكم حفظكم ربي ورعاكم واجعل جنة مواكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا جزا آخر شيء دعا لنا ولي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم يسامع الصوت سابق الفوت الكاز العظامي لحمة بعد الموت نسألك بكل اسم منه ولك سمعت بنفسك وأزلته في كتابك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يرحم الراحمين اللهم اجعل خير عمانا خواتيما وخير أيامنا ملكاك يرب العالمين اللهم اتكبل صلاتنا وصيامنا ورقوعنا وسجودنا واجعلنا من العتقاء في هذا الشهر الكريم بمنك وجودك ورحمتك يا رب العالمين ربنا لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تصلت علينا بذنوبنا من ليخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام وانص المسلمين اللهم اعز الإسلام وانص المسلمين واذل الكفر والكافرين والمشركين اللهم لا ترفع الكافرين والمشركين والمنافقين في ديال مسلمين راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن بعدهم عبرة وآية اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخال بينهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم وادر الدارة عليهم يا رب العالمين اللهم انصر اخوانا في غزة العزة وقدس الرباط اللهم انصر اخوانا في فلسطين وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين اللهم كلهم ناصر ومعين حيث قل الناصرون اللهم تقبل موتاهم وشاف جرحاهم وفق أسراهم وربط على قلوبهم في عزتك وقدرتك يا رب العالمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن هذه نواصينا بين يديك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاك نستغفرك من كل ذنب الفقف لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم اللهم ندعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على سيد المسلمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعي بارك الله وكلم بارك الله وكلم نستفيد منكم كثير نستغنم بإذن الله نحن حاضرون لخدمتكم وخدمت القضية الفلسطينية نعم جزاكم الله خير insyaAllah makasih banyak pemirsa Nabi TV yang dirahmati Allah sudah menyimak sejauh ini مجمع-مجمع jadi wasilah hidayah buat kita semua saya saranin nontonnya gak sekali, gak dua kali tiga kali supaya kita makin paham tentang pentingnya kita memahami Masjid Al-Aqsa dan bagaimana dinamika dalam kita merawat melindungi Masjid Al-Aqsa pemirsa Nabi TV yang dirahmati Allah SWT inilah akhir perjumpaan kita mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik asyadu an la ilah ilan astagfirullahaladzim wa laik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampalaman